من القدس تنم إلينا مرسلة الحدث لانا كلغاصي لانا أهلا بك معنا أبدأ معك بالميدانيات خاصة مع استمرار مقتل جنود إسرائيليين في قطاع غزة وكان لافت استمرار أيضا مقتلهم في شمال القطاع حيث تقول إسرائيل بأنها مسيطرة على الشمال نعم بالفعل نتحدث عن استمرار الاشتباكات العنيفة في عدد كبير من المواقع منها الجنوب قطاع غزة والوسط وأيضا مناطق في شمال القطاع ولكن مشهد مقتل الجنود الإسرائيليين هو ليس بالجديد نتحدث تقريبا كل يوم الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل عدد من الجنود الإضافيين في الاشتباكات وهذا يدل بشكل كبير أنه ما زال هناك قدرات عسكرية لدى حركة حماس وبالفعل بالاشتباك بشكل مباشر مع عدد من القوات الإسرائيلية حتى الصحفة الإسرائيلية كانت تتحدث أيضا عن الأنفاق التي حتى اللحظات يعني هناك أعداد كبيرة من الأنفاق لم تدمر في قطاع غزة بالرغم من أن القوات الإسرائيلية كانت تتحدث بأنها دمرت أعداد كبيرة من الأنفاق والمئات من الكيلومترات على ما يبدو ولكن حتى صحيفة جيروسلين بوست كانت تتحدث بأن ربما أكثر من 60% من الأنفاق في قطاع غزة ما زالت تعمل وهذا بالتالي مؤشر بأن ما زالت حركة حماس تستطيع استخدام هذه الأنفاق والدخول إليها ومن ثم الاشتباك بشكل مباشر مع عدد من الإسرائيليين وهذا أيضا يؤكد المصادر الإسرائيلية من خلال تأكيدها عن مقتل جنود إسرائيليين يوما تلواء الآخر أي ردات فعل إسرائيلية حول التصريحات الأمريكية التي تقول بأنها تدرس خطط للاعتراف بدولة فلسطينية بطبيعة الحال الحكومة الإسرائيلية حتى هذه اللحظات موقفها واضح وصريح وهي تقول بشكل علني بأنها لا يوجد لديها أي نية بالفعل بالاعتراف بدولة فلسطينية وحتى كان هناك تسريبات أيضا على صحف أجنبية ومنها صحيفة جيروسيلين بوست كانت تتحدث بأن هناك ربما خطة بإنشاء دولة فلسطينية خلال هذه الصفقات المتداولة أيضا وبالوساطة الأمريكية والقطرية والمصرية وما إلى ذلك بأن احتمال وجود هناك رغبة بإنشاء دولة فلسطينية خلال أربع سنوات ولكن حتى هذه الآن التصريحات من الحكومة الإسرائيلية هي تؤكد لا نية لإسرائيل بدعم قيام دولة فلسطينية للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية فقط أو حتى في الضفة الغربية وأيضا قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر